النهاردة في جريد الوطن حوار مهم جدا على صفحة للكابتن طارق سليمان مدرب حراس مالنادي الاهل السابق اللي قد فترة طويلة مهمة مع الاهلي واساهم بدور كبير جدا في كاس العالم في البطولة الاخيرة كان الاهلي من عنده شريف اكرامي والشناوي لاتنين الحارسين من حراس المنتخب في كاس العالم فكان الكابتن طارق سليمان له بصمة واضحة جدا على الارتقاء بمستوى حراس المرمى الحوارة باش مهندس عنوينه صادمة صادمة وتحتاج لتوقف يعني طارق سليمان بيقول او من سبله ان هو بيقول تعرضت لحملات منظمة اثناء عملي في الاهلي وليها الفضل في تألق الشناوي نصحت احمد عادل عب منعن بترك الفريق فورا واطلب من شريف اكرام الصبر وختام مسيراته بقميص النادي وعدم المشاركة سيفقده مكانه في المنتخب المنافس على الدور ستكون بين الاهل والزمالك وبرامدز والفوز باللقب سيكون لصاحب النفس الطويل في مشوار البطولة لكنه كمان لحد دلوقتي تسمح ليقول رأيه اه اللي عنوني فاشحك اه هو هو تعرض لحملة اه مكتبة من خارج النادي مش بقول نادي طبعا بيقول ابني ليس حارسا بالتوريس داخل النادي وابحث له عن عرض للرحيل عن القلعة الحمراء عرض للرحيل عن القلعة الحمراء وحملات منظمة اثناء عملي في الاهلي اعتقد كلام يحتاج لتوضيح معنا على الهاتف الكابتن طاري سليمان كابتن طاري اهلا بيك اهلا بيك يا سيد ابراهيم تحياتي بيك طبعا وتحيات البشمانة عدلي واتد المشاهدين يا كابتن طاري وحيش وحيشنا يا كابتن طاري رب انا يكرمك يا بشوانت زي حضرتك عاملين وشايفك في الجمعال العمومية صوتت واختفيت بسرعة والله يا انا عندي طوفك عندي اتطوفة فانا جيت عشان احطت طوفي ويسلمت عناسك بس نبتكش والله يا سيد ابراهيم طبعا كنت اتمنى ان انا شوفك وسلم عليك والبشمانت طبعا عدلي اهلا بيك انا مشيت على طول ما يعني ربع ساعة كده ومشيت على طول يعني كويس ان انت حرصت انك تيجي ده كويس عابلت السوز العمري فاروق سلمت عليه وبعض الناس اللي كانوا قدامي يعني انما طبعا كل الناس لان انا مشيت على طول يعني تمام اهي ملاحظاتك بقى على الحديث ده يعني انت عرفت لحملات منظمة في الاهلي والله هو ده فعلا انا لما جدت الجرونال النهاردة وبصتي اه يعني موضوع اه تعرفت الحاملات منظمة في الاهلي دي اه دائتني جدا جدا يعني يعني موضوع في الاهلي دي صعب ايو انما طبعا هو كان السؤال اه ان يعني فترتك الاهلي الفترة اللي انا عدتها كان فيها نجاحات كتير الحمد لله رب اعلمين وكانتها بطولات كتير وكنت بتكلم في في السياق ده وبعدين قلت له طبعا بس برضو اكيد برضو اه كان فيه في بعض الاقوات كان بيبقى فيه انتقادات شديدة في في الاعلام وفي السوشال ميديا بشكل عام وكنت انا دايما ببقى اواخد النصيب الاجبر بحكم ان انا اه يعني بيبقى فيه خطأ لأي حادث مرمى من الحراس سواء بقى شديد او او احمد عدل لما كان موجود او شناوي وطبعا بيبقى فيه انتقاد بيوجه برضو اللهم على مداري وحراس النار فكان في فيه فطبعا في السلسة الميديا بشكل عام كان بيقى فيه فيه اه يعني اه بيبقى قاسية شوية وده بحكم انت في النادي الاهلي وبحكم انت دايما بتلعب على فطولات وده الخطأ يعني بيبقى بحسوب اي هو النادي لانك انت طبعا كنادي بتلعب على فطولات كتير فمهم ان انت دايما بتطادي تنفش علاه وبتحاول تاخد كل فطولات بتشتير كتير بقيتو الحاملات دي في بعض الاوقات كان بيبقى اه 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 بتزعل قوي من ظهور الاهلي وده وده اقداروا اقداروا واحتروا جدا جدا وبالنسبالي بيبقى الوضع بالنسبالي مقبول جدا وببعض الاواكت بيبقى فيه ناس بيبقى اصدها طريق تنان بيبقى اصدها شرط اكرامي بيبقى حاجات برضو ايه بس كل ده عشرة الميديا انما ان انا قلت جوه النادي الاهلي لا لا يعني هو انا في امتهى اثناء عملي في النادي الاهلي بالزبط يا باشواند هو كده بالزبط اصداء عملي في النادي الاهلي ومش انا الواحدي ما كان بيتعرض لعني مفهوم مفهوم ومفهوم ان كل واحد كان بيجي مكانك كان بيتعرض لازا وهو الحقيقة هي هي ملحوزة برضو في الاعلام او عند الجمهور تمام برضو الناس ممكن حد يرى العنوان وما تشوف حتى الكلام اللي هو الهو المطلوب مفهوش حاجة خالص وعايش تودي ابنك فين اهم حاجة الحاجة التانية برضو نفس السؤال برضو لما بيكلمني على كان فيه صورة نزلة لأحمد طارق ومصطفى شبير مع شكل اكرام كده من حوالي اسبوعين كده واكتر شبير التلاتة وقال لك ابناء العاملين اه فالصورة دي ايه لقت اتخاذات شديدة جدا على سيف الميديا برضو ابناء العاملين ده التوليد لا مشعرف قلت له والله يبص هو في النهاية الولد هتعرض لضغوط جاملة جدا جدا بحكم ان هو ابن طاري سليمان او ابن كاسين احمد شبير او ابن اكرام الكبير بحكم ان هو هي كده انت بقى هتتحمل الكلام ده والشخصية قوية سواء بقى لازم النادي الاهلي يبقى شخصية قوية كمدرد شخصية قوية كلعيد كإداري كإعلامي في النادي الاهلي هو النادي الاهلي طبيعته كده اللي مش هتحمل الضغوط دي يبقى الأمور بالنسبة له صعبة فقلت له انا برضو من وجهة نظري ان يعني مثلا لما لما طلع مصر ماهر وخد خطة جروبة سنة واثنين برة لما طلع كريم نزلت خطة جروبة سنة واثنين برة لما حتى طلع الشناوه ما كانش اعارة ويرجع بعد كده كان عنده مخزون لعب مش ألف مية وخمسين مبرة لما لعب في الجيش ولما لعب في الحرس الحرس الحدود ولو لما لعب في بيتروجيت ورجع برضو كان برضو إلى حد كبير خبراته معقولة جدا فبقول له أنا نصيحتي أنا طبعما عندك حارس واثنين وثلاثة في النادي الاهلي ونكملين حوالي أربع خمس سنين إن شاء الله جايين ربنا يوفاهم إن شاء الله المعلم وجودة فمن الأفضل إذا احمد طوارق وزي يا مستوى شويت لو في فرصة من يطلعوا عارة ويلعبوا برة ويأخذوا خبرات برة ويربعوا النادي للأهل الثاني أنا شاف أن ده يبقى أفضل زيما التجارب اللي حاست قدامنا وعلى فكرة فكرة العارة دي تملي إحنا هنا والمهام سعدلي تملي حريص عليها أنا بسمعكم والكلام بيبقى وقع جدا جدا وكلام متازك بشوف أنا الكلام ده فحق فكرة العارة دي رائعة بالنسبة للنادي الهل أولاً ما بخصرش اللعب بتاعي ثانياً ما برجعش أشتريه ثاني ثالثاً لو الولد أولاً وأولاً وأولاً أنا مع الإعراض بس اللعبة دي تمضي عقود طويلة مع النادي الأهلي ولما ترجع تجدد بشروط الأهلي ويبقى إحنا كده مية مية بالضبط يا بشوانت تمام أنا معك مية في المية وفي نفس الوقت أنت بتقيمه بقى فنياً طب لو الولد كويس فعلاً ويبقى له دور في النادي الأهلي والنادي اللي محتاجه هيرجع والله مش بحتاج النادي الأهلي الفضر دي السنة اللي جاء مش بحتاجه ممكن اللي أعرف تستكمل سنة كمان أو سنتين كما فيش مشكلة لأولولد ثنياً مش هيبقى إزاي ما إحنا عندنا عمر رضوان حادث مرمى الجونة دلوقتي معار من النادي الأهلي بقى له ثلاث سنين والسنة كان في الشرية كان في الشرية كنت أنا موجود لما عرض للشرقية تاني سنة كان موجود برضو لما أعير الرجاء السنة اللي فاتت والسنة دي برضو نفس النهجة التبعول الجهاز الفن الحالي وعلى الجونة وماشاء الله ماشي بشكل كويس جداً مع الجونة محمد لفرندور السنة اللي فاتت أعروف في الكيش والسنة دي اللي شايفينه كومة عكاة محمد عابر زي طبعاً اللعيبة زي ناصر باهل وزي كريم وزي أبل كده اللعيبة تساعد يسمي كان معادل معقول العرب فترة كبيرة ورجع بعد كده النادي فدي سياسة أنا شايفة سياسة مصطرمة جداً جداً من النادي يعني هي دي بس اللي كنت حاجات حايفة ووضحها إنما طبعاً بتمنى التوفيق طبعاً للنادي الأهلي ورداني يوفق الكورة ما فيهاش وسطة لأنها زي الغنى هتطلع المسرح يسقفولك ممكن تجامل أنك تطلع المسرح بس مش ممكن تجامل أن الناس يسقفل وأحمد ابنك أحمد ابنك أعتقد طريق جيل نادي وانت منتشف كنت موجود في الأهلي مش كده؟ لا أنا كنت فيها سما أنت أسود بلعب يا أه يعني أنا وقتها أنا آآ كان والديته اللي خدته ودخل هي مش جريب عشان حتى يبررها يعني آآ آآ زكاة جون كويس خلاص إيه المشكلة؟ ده ما شاء الله مهوب والله والله أتمنى إن شاء الله أن يا ربنا يرسواه مع النادي لا بنشكر بنشكر جارت الوطن اللي خلتنا نسمع صوتك يا عكابتن طهر أنا أكرمك يا بسم إبراهيم أنا آآ والله أكتبت أحدكم دايما وما شاء الله يعني آآ دايما دايما كده يعني بتسرونا بآآ 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 والله في حاجات كدير واحد بستفيد منها يعني فبالتوفي لكم إن شاء الله وإن شاء الله بإذن الله يعني آآ يبقى عاطول على التوافق بإذن الله يعني بالواحد بخبرته أما حتى ما تيجي تلوم الكاتب المقالي يقولك تم تقرى المتن يقولك شوف المتن بيقول إيه تم تخلي العنوان طالع من المتن اشتركوا في القناة